الساعة تشير إلى السادسة صباحاً هنا بمقر نيابة التربية الوطنية لطنجة أصلة الاستعدادات جارية على قدم وصاق والحدث امتحانة السنة الثانية لنيل شهادة البكالوريا التحضيرات تجرى وسط إجراءات أمنية لحماية مواضيع الامتحان تم اتخاذ كل إجراءات ضرورية لتفعيل مضامين مقرصة الوزير والمذكرات المنظمة حتى تمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف المستجد الأهم في هذه الامتحانات هو تخصيص أجهزة كشفاء لكل رؤساء المراكز الامتحانات بالإضافة إلى تشكيل تمالجان على مستوى الإقليمي لمواجهة ظاهرة الغش بعد عملية تسلم مطبوعات الامتحان يتوجه مضراء الثانويات إلى مراكز الاختبار وسط حراسة مشددة أمام المؤسسات التعليمية بعد هذه العملية يتم فتح الطرود التي تتوفر على أضرفة الامتحانات أما جديد هذه السنة فهو استعمال آلات كاشفة للوسائل الإلكترونية في إطار التصدي لظاهرة الغش من أجل حفاظ على مصداقية شهادة الباكالوريا هذا السنة كتميز بظاهرة جديدة في محاربة الغش وهي استعمال ديتكتور ميتاليك الكاشف المعديني قبل ما استعملوا الكاشف المعديني قمنا بحملات تحسيسية في نهايات الموسم الدراسي أي بما كان الوقت كانوا باقي تلمت كيدرسوا قمنا بحملات تحسيسية داخل الأقصام الغرض منه هو ليس أن نقوم بعملية زجرية للغش بجانبها الأمني بل نقوم بمحاربة الغش بجانبها التربوي الوجهة القاعات المخصصة لاجتياز الامتحانات امتحانات سيجتازها أزيد من نصف مليون مرشح ومرشحة حيث عرف عدد المترشحين ارتفاعا بمسبة 2.9% وتلتد الامتحانات على مدى ثلاثة أيام ترجمة نانسي قنقر